أعلن قيادي في حماس أن وفدا من الحركة سيتوجه إلى القاهرة من دون أن يشارك في المباحثات التي تستضيفها سعيا لهدنة مع إسرائيل في قطاع غزة وقال عزة الرشقة إن الوفد سيلتقي مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية بهدف الاطلاع على تطورات جولة المحادثات الجارية مؤكدا أن هذه الزيارة لا تعني المشاركة في جولة المفاوضات التي من المرجح أن تعقد الأحد وشدد على أن حماس تؤكد التزامها بما وافقت عليه في الثاني من يوليو المبني على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن